جاءت مدينة هونغ كونغ في المرتبة الأولى كأغلى مدينة المعيشة في العالم للمرة الثانية على التوالي الملاكز الأولى في هذا التصنيف كانت من نصيب دول آسيوية فحسب استطلاع مؤسسة ميرسير الاستشارية احتلت العاصمة اليابانية توكيو المركز الثاني في حين تقدمت سنغافورة مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث بدلا من زيوريخ السويسرية التي كانت المدينة الأوروبية الوحيدة في تصنيف الصدارة العاصمة الكورية الجنوبية سول تقدمت كذلك مرتبة واحدة لتحل في المركز الرابع أما نيويورك الأمريكية فقد قفزت إلى المرتبة التاسعة بعد احتلالها السنة الماضية المركز الثالث عشر الوافد الجديد على تصنيف العشر الأوائل هي مدينة عشقباد عاصمة تركمانستان التي تقع في آسيا الوسطى اذ حققت هذه المدينة قفزة نوعية في الترتيب لتحتل المركز السابع بدلا من الثالث والأربعين الذي حصلت عليه السنة الماضية أما المفاجأة الكبرى فكانت تونس التي تم تصنيفها كأرخص مدن العالم من بين 209 مدن وردت أسماؤها في التصنيف المركزان الثاني والثالث ضمن المدن الأقل تكلفة للعيش فيها حظيت بهما تشقند عاصمة أوزباكستان وكاراتشي الباكستانية الجديد بالذكر أن هذا التصنيف يأخذ بالاعتبار عوامل اقتصادية عدة كتفاوت أسعار العملات وانخفاض أسعار النفط والسلع والاضطرابات الجيوسياسية اشتركوا في القناة